افتتح سعدة الدكتور منجد بن علي النعمي وزير التربية والتعليم بحضور الدكتور علي بن عبدالخالق القرني المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج فعالية معرض يسبوع المهن 2018 والذي ينظمه معهد البحرين للتدريب بمقره ببدينة عيسى بمشاركة 25 جهة حكومية وخاصة وبهذه المناسبة اكد الوزير اهمية الدور الذي يطلع به هذا المعرض السنوي المتميز في تعريف الطلبة في معهد البحرين للتدريب او مؤسسات التعليم العالي او المدارس الثانوية باحتياجات سوق العمل مما يعينهم على تحديد وجهتهم المهنية المستقبلية المناسبة فضلا عن اطلاع الباحثين عن العمل على الخيارات الوظيفية المتاحة في المؤسسات الحكومية والخاصة المشاركة وتوفير فرص تدريب نوعي لهم وضاف الوزير اننا ننظر الى هذه الفعالية باعتبارها احدى المبادرات الايجابية الموائمة بين البرنامج البرامج الاكاديمية والتدريبية المطروحة بمعهد البحرين للتدريب او مؤسسات التعليم العالي مع الاحتياجات المتنامية والمتغيرة لسوق العمل من خلال اتاحة فرص التواصل المباشر بين الممثلين عن مختلف القطاعات المعينة بل المعنية بما يسم في بناء مستقبل مهني افضل للابناء الخريجين والخريجات وينعكس ايجابا على التنمية الاقتصادية بوطنين العزيز في ظل قيادته الحكيمة مشيدا بجهود معهد البحرين للتدريب وجميع الجهات المتعاونة في انجاح هذه الفعالية السنوية المهمة هذا ويفتتح المعرض وابوابه للجمهور لغاية يوم غد الخميسة 22 من مارس من التاسع صباحا حتى الثانية ظهرا بمبنى الهندسة رقم 20 بمقر المعهد